موسيقى السلام عليكم معكم بفهد وبعد انقطاع اسبوعين بالنسبة لي تقريبا اسبوعين 14 يوم ولولا تصار لكم فترة من قضعين عنكم بسبب الاختبارات طبعا زدنا فوق الاختبارات اسبوع قاع نعدل السلام عليكم سمعتوهم ونحن ردوا راح يغذرونكم حلقات حلقات لاني قاع زهد لهم الستب الخاص بيهم فرح يسجلون محتواهم بروحهم ويحاولون يمنتجونه ويضبطونه لكم فرح يصير فيه محتوى يديد خاص فيهم وهو ان شاء الله وباذن الله لكن الاقرب هو محتوى بلاليط اوورد 2022 تكلمنا عن نوايد في تويتر انستجرام والتيكتو فيه على جوائز وفيه اختيار لأفضل ألعاب لسنة 2022 اللي حاب اقول لكم اليحين حلقتنا عبارة عن واحدة من الألعاب المرشحة قد تكون هذه اللعبة حصلت على جوائز اخرى في مهرجانات اخرى لكن احنا عندنا نمور تختلف صح ولا لاننا ثلاثة مقيمين وكل واحد ذوقه عكس الثاني المهم لعبة سبلاتون 3 راح نكون في البطاقة التعريفية ومن ثم بالايجابيات والسلبيات اللي مو انا راح اقولهم راح يقولهم فهد وخليفة فهد راح يكون عليه السلبيات والجعدة عليه الإيجابيات وانا علي التقييم معهم فنكون عندنا ثلاثة فقرات رئيسية تعريفية البطاقة وثم سلبيات إيجابيات وثم بطاقة التقييم التقييم ها خليك صاحي وياي نروح بسرعة نعم زمان صح 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 جاهز جاهز خلي الجعدة جاهز جاهز البطاقة التعريفية اسم اللعبة سبلاتون ثري ثري حلو يا فهد بصح صح وياي تاريخ الاصدار ثمانية سبتمبر الفين واثنين وعشرين المطور او السيديو المطور او الشركة المطورة هي نتندو انترتيمنت بلاننج شركتين او السيديو هين داخل شركة واحدة عندنا المنصات وين فهد نتندو 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 عندنا بعد تصنيف اللعبة شنو ثاند بيرسن شوتينج او شوتر صح اوكي عندنا نظام اللعب شنو سنجل بلاير او مالتي بلاير مالتي بلاير خلاصنا الحين البطاقة وننطلق مع الجعدة في الإيجابيات جاهز جاهز let's go يلا يا الجعدة عدنا الإيجابية الأولى عندك التصاميم والرسوم حلو التصاميم والرسوم إذن الوضوح وين راح يعني مو هيت حلو يعني انت حسيت من الرسوم والشخصيات والمدن وتصاميم المابات والأطوار والدنيا هذي كانت فكرتها وايد ممتازة لكن وضوحها أقل إذن قد يكون السبب لأننا قاعد نلعب على نتندو سويتش القديمة ممكن فيه واحدة يديدها أكثر وضوحا صح؟ إذن فهذا ما ندري إحنا عنا إحنا قاعد نلعب في نتندو سويتش أول نسخة والفيرجن فما ندري بهذا الشيء يمكن يكون فيه شيء أوضح صح؟ إذن حلو فأنت عندك اللي نبتأكد عليه خليفة قاعد يقول الرسوم والتصاميم top 11 عندنا الوضوح يتبر أقل شيء بالغرافيك صح؟ صح عدريبة؟ صح إجابية الثانية تنوع الأسلحة وفكرة التعبية حلوة ومميزة حلو أنت قاعد تشوف أن فيه تنوع بالأسلحة هي أصلا مو أسلحة هي ابتكارات صح؟ هي تلقى شفاطة ماء المساحة تلقى سهم مثل الشفاطة والمساحة والأسلحة بتنوعها واي ولما تعبي شو تسوي تغسفت الحبار هو حبار ويشفط من الحبر اللي يقطع هذا مكسطورية هي من الألعاب الثانية موجودة لكن فكرتها مميزة ما فيه لعبة مثلها صح أو لا؟ صح يعني هي مستقلة بحد ذاتها بفكرتها عدل أو لا؟ عدل فتفوز باللعبة صح أو لا؟ صح فهذه ميزة يعني مو بس تعتمد أن أنا أبي أصفل جدامي وأذبحهم لا أبي أشغل مخي لازم أحاول أحتل أكثر مساحة موجودة صح أو لا؟ هذه ميزة باللعبة وتحاول تروح من وراء أعدام دراجة وتروح تصبغ من وراهم هما يمكن صح؟ أبيض عليهم قنابل وهي قنابل الألوان صح فكانت فكرتها مميزة بالنسبة لكم صح؟ هم عندك شيء بتقوله؟ خلصنا خلصنا إيجابياتها اللي على السريع نروح حق سلبيات فهد ونشوف شنو عنده عطنا السلبيات والعبور التحكم الأساسي سيء وننصحكم من تغيرونا حتى إن احنا أول شيء توهيق نقلنا لا يكون لعبة شذية وعني التحكم سيء تتحرك الجوسك عشان لهو الكنترولر فوق بتاعش تحرك تعرفين في ألعاب تليفون مثلا سيارة مكلف تليفون كتسار تليف نفس الفكرة إنك تأيم كلف يديتك قام عشان بس تأيم على الهاتف إذا انت تشوف هذي سلبية بس نكت تغلب عليها إذا غيرنا التحكم صح؟ لا تشتعلون ترا هو في البداية ما يخليك تغير لما تخلص التوتوريال رح يعطيك مجال إنك تسوي كنترول اللي إنت تتبي صح؟ إيه فمعالجتها سهلة لكن إنت تشوفها سلبية السلبية الثانية هي سوق السيرفرات في الشركة في شركة نتندو عمت يعني مو بس شركة كاملة اللي إني إيه راح تشوف لو إنت عايش بدولة أوروبية راح تشوف إنه ما في مشكلة بس لما تكون بشرق الأوسط أو يعني عند العرب راح تشوف إنه بالغصب تدخل قيمين راح أوه عموما نعطيك معلومة السيرفرات نتندو كلها سيئة جدا صراحة يعني من أسوأ السيرفرات الموجودة نتندو نزيل كم من نقوتك؟ إيه وابعت شنو كنت بقول إيه آآ خاص بس شنو لا لا إنه السيرفرات عموما نحافظة قريف مترى إيه السيرفرات قلت أنا إيه أنت قلت السيرفرات سيئة؟ إيه ولأن اللعبة أصلا حصرية؟ إيه اللعبة السيرفية الثانية إيه؟ حصرية اللعبة يعني راح تحدد ديني مرح تخليك تلعب مع رابعك راح تقيدك راح تحجبك وتقيدك لأنه ممكن لحق أنت جهاز جهاز يعني مبيعاتها قليلة بالنسبة للبيستيشن والبيسي والأكس بوكس حلو يعني أنت تبين تقول أن السلبية الثالثة هي أنه محدودية أنك تلعب مع ربعك موايد لأنه مول كل يملك نتندو سويتش على الغالب لكل يملك أكس بوكس لكل يملك البيستيشن وكل يملك بيسي ممكن وفيه ألعاب شيرينج فتلقي ربعك هناك أكثر في كل في ديوتي وفورتنايت لكن في نتندو ما رح تلقى كثير من ربعك لأنه سيرفراتها محدودة واللعبة أصلا حصرية يعني في صعوبة وبعد لأنه اللعبة حصرية السيرفر مضغوط مضغوط مو عشر باللعبة كلها كيكاوت حتى لو حتى لو إذا أنت تعيش في الدولة أوروبية سيرفراتهم سيئة حل الروح حق السلبية الرابعة يلا السلبية الرابعة مثل ما قال خليفة الريزليوشن مضاك الزوت وأنا حاطة سلبية عندي يعني فعلا فعلا لما تبعط اللعبة الرزليوشن مضاك الزوت ممكن لنا جهازنا أصلا البرجن الأول يمكن يمكن بشعني إحنا قعدنا نقل لكم تجربتنا فإحنا شنو شفنا إحنا قلنا قلنا التصاميم حلوين الرسوم جيدين لكن الرزليوشن سيئ فإنت هذي النقطة الأخيرة أي أخيرة أخيرة المعنى بنطول الروح وين؟ تقيب ننطلق مع الجعدة صح صحيح الجعدة التصاميم والرسوم والوضوح من درجتين ونص واحد ونص نقصتها واحد ونص لأن الوضوح سيئ فنقصت درجة كاملة عشان الوضوح رزليوشن صح الواحد التحكم وطريقة اللعب وفكرة اللعب الاثنين ونص الاثنين ونص بس لو ما تقرأت تغير التحكم عدتها واحد يعني أنك تغير التحكم في إمكانية التغيير خلاك تتغلب على المشكلة اللي في اللعبة وتعطيها درجة كاملة في التحكم حلو الخرايب من اثنين ونص اثنين ونص عجبتني الخرايب حلو والأطوام من اثنين ونص اثنين ونص عجبتني ممتاز اثنين ونص واثنين ونص واثنين ونص هذي كم سبعة ونص وعندك واحد ونص المجموعة تسعة من عشرة قد لك الجعدة اللعبة حلوة حلوة تسطح للعائلة لكن في مشكلة الحصرية والسيرفرات يعني هذي هذي اها 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 انا اشوف خلقوا رايي بعدين يلا راح مع البتشري يانطق يانبتشري التصاميم والرسوم والوضوح من اثنين ونص اثنينة اثنينة التحكم وطريقة اللعبة وفكرة اللعبة من اثنين ونص ثنين ونص ونمش خريفة لو ما تقدرت غير التحكم لو خسفت بل هذي مو لو خسف كان خسف وبدلية خوش خوش بدلية الخرائب من اثنين ونص واحد واحد احنا اقول لكم ليش لانه في بعض بعض الخرائب ايه يكون مثلا هو فيه سايدين فيه سايدين اه تقصد يعني فيه سايد يكون اكبر من السايد يعني فيه فريق ينظلم وفيه فريق لا فيه فريق ياخد جهة كبيرة فما يقدر يغطيها بسرعة فيه فريق يغطي بسرعة ويهاجم ايه بسرحلكم بسرحلكم بسرعة فيه فريق المكرس بول فيك يكون شوية اكبر شوية اكبر يعني اخذونا من يعني اولى متواصل قيم يحطي لك البورسات باللوان اكثر يعني هل سؤال انا ممكن احرجك حسنا باقولك شي هل يستاهل تخصم واحد ونص من كل الخرايط ايه وجهة نظرة المهم عندنا الاطوار من اثنين ونص اثنين 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 من اثنين ونص ايه المجموع عندك كم سبعة ونص اكد من الارقام اثنين واثنين ونص هذي اربعة ونص مع اثنين ستة ونص سبعة ونص من عشرة جموع فهد خلصنا من فهد وياي انا وثم انا اختم يالله بسراحة لا مو لعبة ترعب هالمرة يالله وياح من غرر تركي مش ايش بالنسبة لي انا ابو فهد التصاميم والرسوم والوضوح اعطيتها ثنين من اثنين ونص كان فيها عيب لكن يعني احنا عندنا ثلاث نقاط داخل النقطة فيعني مو معقولة اخسم وايد لا خاصة نص درجة على الوضوح امر جيد وبالذات انها فيه فيرجن حسب ما سمعت حق نتندو سويتش اوليد اوليد اي صح سمعت والله مادري بس انا يعني انا بالنسبة لي جهاز يعني لي ملاحظات عليه راح اقولها اخر شي فقيت لكم في الوضوح عطيتها درجتين ونص نزيل نروح حق التحكم وطريقة اللعب وفكرة اللعبة عطيتها ثنين ونص وثنين ونص الخرايط عطيتها ثنين الاطوار عطيتها ثنين يصير مجموعة ثنين وثنين ونص وثنين وثنين ثمانية ونص من عشرة اللعبة ممتازة تصلح للأولاد لكن فيها عيب شرعي انه مولكل يملك هذا الجهاز مولكل يلعب نتندو واللعبة حصرية فما راح تلقى ربعك فغالبا ممتعتها راح تكون اقل من كثير من الالعاب الثانية اللي هي تعتبر مالتي بلاير فكرة اللعبة ممتازة ما فيها فكرة القتل بطريقة غريبة ودم شيء لا لا الألوان وتنشر الألوان وتذبح بالألوان مزين؟ اللعبة فيها يعني فيلم ونيس يعني فرايحية اللعبة وايد للأمانة انا ارشح اللي عند راتندو سويتش يشتريها مزين؟ او يشترونها لعيالهم اللي عنده الجهاز اللي لا تسعى تشتري الجهاز لا اللي عنده اشتر ما عندك أنا لأمانة ما أنصح لأنه فيه أجهزة وايد نقالة أفضل من تندو سويتش حاليا جديد نكون خلصنا التقايم هذه حلقة سريعة طيارية نعرض فيها هذه اللعبة لأنه هي مرشحة لبلاليط أورد أحد الألعاب المرشح لأن تكون تفايزة ويعني كأفضل لعبة شوتينج أو أفضل لعبة في السنة حسب التصنيفات فالأرقام اللي راح يحطها إحنا الثلاثة نفس ما سوينا العام عندنا نجمع تقييماتنا الثلاثة ونقسمها على ثلاثة راح يطلع بلوة ما ندري منه اللي بيفوز في النهاية يمكن عشر أو نص أو ثلث يفوز اللعبة ما نبن طول اللي يحاب بقول لكم أهم شيء الدعم لايك وشير لايك وشير وسبسكرايب هذا أهم شيء عشان نقدر نستمر معاكم تعليقاتكم الطيبة نقدكم البناء اللي نستفيد منه فعل جرس التنبيهات عشان نطلع لكم من كل مكان في البيت نشوفكم على خير وزمان الله السلام عليكم حلقة طيارية ما عليك سلام خليفة بعد نرة خليفة كنا قاعد يصرفنا يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة